اشتركوا في القناة وسبب ان عبد الحليم يتبناه ويتدي له اسمه وعلقته بالفنانة نجوة فؤاد هل هو تزوجها بالفعل و ايه سبب وفاته هل كانت جرعة مواد مخدرة ولا لا وهل هو في اخر ايامه كان بيتعاطى المواد الممنوعة كله ده هنعرفه من خلال حلقة النهاردة خليكم معايا الاخر الفيديو اسمه بالكامل عماد الدين علي سليمان من موليد اسكندرية يوم 4 فبراير 1960 من اسره فقيرة جدا اخوه هو الموسيقار محمد علي سليمان والد الفنانة انغام يعني عماد عبد الحليم يبقى عم الفنانة انغام وله اخ اسمه عادل واخ اسمه محمود محمود ده كان شغال عازف ولدهم كان ملاحن في اسكندرية يعني نشأ في اسره فنية تهوى الطرب والموسيقى فكانوا معروفين في اسكندرية وعماد وهو طفل حب جدا مجال الطرب والغناء وكان اخوه الكبير محمد علي سليمان عامل فرقة صغيرة كده على قده وبيغني في الحفلات الصغيرة في الخيام الرمضانية وكانوا شغالين مع متعهد حفلات عماد كان بيغني وهو عمره 12 سنة والناس كانوا معجبين جدا بصوته وفي احدى المرات كان محمد علي سليمان ومعاه الفرقة بتاعته مكونة من سبع عازفين ومعاهم عماد عبد الحليم فكانت الفرقة بتعزف وعماد يغنى على المسرح فمحطة الرمل الكلام ده كان في رمضان ما بين الفطار والسحور وقدم فيها الطفل عماد عبد الحليم فمتعهد الحفلات قال لهم في حفلة خاصة في مكان الماء علشان يروحوا يحيوها فراح هناك محمد علي سليمان ومعاه الفرقة بتاعته والطفل عماد عبد الحليم فاتفاجئوا ان عبد الحليم حافظ كان موجود في الحفلة دي اللي هيغني فيها عماد عبد الحليم لان الحفلة دي كانت عند الطبيب المعالج لعبد الحليم حافظ فعبد الحليم جاب كرسي وقعد وسط الموسيقيين وانتبه للطفل عماد وهو بيغني فقال لمحمد علي سليمان هو ده يبقى أخوك فمحمد علي سليمان قال له أيوة يا أستاذ عبد الحليم فعبد الحليم قال له تيجي به مصر قبل حفلة الربيع هاتوا علشان يقدموا في الحفلة ويعمل فقرة الكلام ده كان سنة 73 فرح جدا محمد علي سليمان لأنه كان ملاحن في حفلات فيسكندرية وكان نفسه يسافر القاهرة علشان يشتهر فمشوار زي ده في القاهرة ومع عبد الحليم حافظ هيكون الفرص متاحة قدامه أنه يقدم ألحانه ده غير كمان أن أخوه الصغير هيشتهر ومين اللي هيتبناه العندليب فنزل القاهرة وأخده شقة في مدينة نصر وكانوا بيناموا على ورق جرايد لحد ما يجيبوا عفشهم من اسكندرية فرح عماد عند عبد الحليم حافظ وبدأ يديله نصايح وعرف أن عماد من أسرة فقيرة فتبناه فنيا ومعنويا وماديا يعني كان بيصرف عليه وكان بيقول له أن عايزك تحضر بروفاتي وعايزك كمان تخلي الناس تحبك لازم تعامل الناس كويس علشان يحبوك وفهمه كمان أنه ما يقلتش حد وأنه يكون حاجة جديدة فقدمه في حفلة الربيع سنة 73 وكان وقتها عمره 13 سنة وتغير اسمه من عماد الدين علي سليمان لعماد عبد الحليم لأنه تبناه وداله اسمه حتى لما كبر عماده بقى شاب اتأثر جدا بعبد الحليم حافظ تحس ان ابنه بالفعل صوته طريقة كلامه بسطه نبرد صوته هو بيتكلم تسريحة الشعر بتاعته في فترة السبعنات وكان عبد الحليم حافظ يخلي كبار الملحنين يدعموه ويدوله ألحان وكل سنة كان بيقدمه في حفل الربيع ناس كتير جدا أعجبوا بصوته لدرجة انهم قالوا ده قريب جدا من صوت عبد الحليم أكيد ده ابنه بالفعل وناس قالوا ده مش ابنه ده اسمه الفني لأن عبد الحليم تبناه وناس قالت ان عبد الحليم كان له علاقات كتير ممكن يكون تجوز في السر وخلف الولد ده وفضل عبد الحليم يدعمه من وهو عمره 12 سنة لغاية مع عبد الحليم حافظ فارق الحياة سنة 1977 وكان عماد عبد الحليم وقت وفاة العندليب كان عمره 17 سنة وحزن جدا على وفاة عبد الحليم لأن عبد الحليم بالنسباله كان بمثابة الأب والأخ والأستاذ ناس كتير قالوا ان هاني شاكر كان طالع ينافس عبد الحليم حافظ ومحمد الموجي هو اللي طلع هاني شاكر علشان ينافس بيه عبد الحليم وقالوا كمان ان عبد الحليم طلع عماد علشان ينافس بيه هاني شاكر ولكن هاني شاكر لون وعمد عبد الحليم لون يختلف عنه تماما وعبد الحليم حافظ قبل وفاته وصع عليه جدا وقال لكل اللي حواليه اهتموا بعماد وأصبح عماد عبد الحليم له اسم والكل بيتكلم عنه وبعد رحيل عبد الحليم حافظ عمل مسلسل عن حياة عبد الحليم وأصبح معتمد في الإزاعة وله أغنى في التلفزيون في الإزاعة وبيعمل حفلات وشراية كست وعمل أفلام سينمائية ومسلسلات ومسرحيات يعني بالنسبة للأعمال السينمائية لعماد عبد الحليم فيلم كرمتي مع سعيد صالح ونجوة إبراهيم وعذاب الحب مع مديحة كامل وصلاح نظمه وفاروق الفشاوي والإخوة الغرباء مع فريد شوقي وأصار الحكيم وحياتي عذاب مع هند رستم كما هل كضيف شرف في فيلم مسبحة الشرفاء ليحيا شهين كما مثل آخر أفلامه وهو فيلم الطريق سنة ستة وتسعين مع عشرين سيف النصر وهاني رمزي وغنى في الفيلم ده أغنية شفت إزاي ومن أشهر أغاني عماد عبد الحليم هي أغنية أمي وليحظ معاك يا دنيا كده وليحظ معاك يا دنيا كده وغنى الأبوه الروحي عبد الحليم حافظ قراءة الفنجان ويا صفين مرة وبتلمون ليه وأهواك وغنى برضه أغنية من غير ليه اللي غنىها ولحنها عبد الوهاب وعمل عماد عبد الحليم حوالي 14 ألبوم منهم إثنين لعبد الحليم والباء له وأول ألبوم كان اسمه ألوان وآخر ألبوم اسمه مأسومالي سنة 94 ومن أشهر ألبوماته الضباب اللي فيها أغاني يتيم وصدن الهوى وطريق الأحباب ومسيك بالخير وبعدين وياكي ولقب عماد عبد الحليم بعدة ألقاب سماها له الجمهور منها الملاك الجميل فتى النيل الأصمر البلبل الحزين الكروان الحساس لأنه كان بيمتلك إحساس عالي في صوته كما شارك في بعض المسلسلات زي مسلسل الضباب ومسلسل العندليب الأصمر وشارك في سر الأرض وبالنسبة للمسرحيات اللي شارك فيها عماد عبد الحليم مسرحية الوطنيين وممنوع دخول الستات ونعم ولا لا وللسيدات فقط والنهاردة أخر جنان وخيال الحكومة وبرضو غنى أغاني تتلات كتير في المسلسلات نذكر منها مثلا مسلسل الثاقية تدور ومسلسل الرحاية ليوسف شعبان وصلاح السعدان ونورة ومسلسل الأرض الطيبة لعزة العليل وهناء صروت وبرضو تترى مسلسل في المرآة ليوسف شعبان وعفاف شعيب وغيرها من تترات المسلسلات ولكن وهو في عز شهرته طلع عليه إشاعة أنه اتجوز الرقصة نجو فؤاد اتجوزها في السر ومحدش يعرف في ناس قالت إزاي اتجوز واحدة أكبر من أمه ده إحنا بنقول عليه فنان محترم وخلوق ولكن هو طلع في أحد الصحف ونفى الكلام ده تماما وقال إن علاقة بيها علاقة زمانة مش أكتر وممكن يكون فيه ما بيننا حفلات لكن أنا ما اتجوزتهاش وهي برضو اتسألت في بعض البرامج بعد وفاة عماد عبد الحليم وبرضو نفت الكلام وقالت أنا ما اتجوزتوش أنا لو اتجوزتو كنت قلت ولكن أقول كتير قالت إن هو اتجوز في السر واتفقوا إنه ما يجبوش سيرة لأي حد ومحدش يعرف ويوم 20 أغسطس 1995 وجدوا عماد عبد الحليم في شارع البحر الأعظم مرمي على الرصيف في مكان قريب من بيتهم وجنبه حقنة فيها مواد ممنوعة ناس قالت إن هو كان بيتعاطى المواد المخدرة علشان دخل في حالة اكتئاب فكان بيتعاطى المخدرات علشان ينسى فأخذ جرعة زيادة قدت إلى وفاته ولكن أهله قالوا غير كده أخوه المسيقار محمد علي سليمان استضفوه في إحدى البرامج قال يا جماعة الموضوع مش موضوع مخدرات على فكرة الكلام ده بيزعلني قوي المدة بتاع ربنا وهو قدروا كده إحنا شكين إن فيه حاجة خبطته طيب الحقنة دي جت إزاي الله أعلم ممكن يكون هو فعلا خبطته عربية وحط حقنة جنب منه قال يعني إن هو بيتعاطى والحقنة دي هي سبب وفاته محدش عارف لأن ما عملوش تحاليل وقتها لأن المفروض كان يكشفه على الجثة الأول والفنانة أنغام قالت للإعلام عمر الليسي إن هو كان صحبي قوي وفرق السن اللي ما بيننا ما كانش كبير لما تولدت هو كان طفل وقعد معنا في البيت فترة طويلة وأمي هي اللي ربته وأنا كنت مرتبطة بيه بشكل غير عادي لأنه كان عمي وصحبي ووصلت معاه لمرحلة الصداقة اللي بيننا إن ممكن أقوله على حاجات ما أقدرش أقولها البابا ولا الماما يعني فترة مراكتي وهو كان كده معايا ولما مات أنا كنت في تونس بعمل حفلة يعني بعد ما أحيت الحفلة في تونس كنت نيمة ماما صحتني وقالت لي الحقي عمك في الأخبار أخبار تونس فأنا قلقت جدا واتصلت بعمي الأصغر منه وقال للخبر كنت في حالة زهول مش طبيعي وفي نفس الوقت ملحقتش أنزل واحضر جنسته لأن الطيران كان يوم 2 وخميس فما حضرتش الجنازة وده كان يوم قاسي جدا ولما رجعت مصر رحت المدفن بتاعه وما كنتش مصدقة أصلا أنه سبنا وقالت أنغام أن عمي الله يرحمه ما كانش محظوظ في حياته الخاصة لأنه كان حنين جدا على كل الناس وما كانش بياخد حنية قد اللي هو كان بيديها فده عمل عنده شعور بالوحدة حتى لو حواليك الناس كلها فلما سألها عمرا ليسي وقال لها طب هل الإحساس ده ما يخليش الواحد يعيش المخدرات هي قالت أنا ما شفتوش بيعمل حاجة زي دي ولكن ممكن يخلي أي حد يلجأ للمخدرات ولكن هي لامت أهلها وحملتهم المسئولية وقالت أنهما أصروا معاه وما عملوش معاه اللي كان واجب عليهم وما سعدهوش المساعدة اللي كان يجب أنهو يشوفها وقتها وقت ما هو ما فيش حد جنبه في ظروف قاسية ما فيهاش حاجة اسمها نسيب واحد يتصرف ومحتاج ناس تكون دقوب أن هما يخرجوه إزاي يعني عمل زي اللي وقع في بير ولازم حد يمدي إيده ويشده فنفسيا ما كانش مظبوط قبل ما يتوفى في فترة وكان بينام كتير ودايما هربان من الشغل مش عايز حتى نفسه مش مفتوحة على الأكل يعني تحس كده أنه عايز يمشي ده كان كلام الفنانة أنغام لعمر الليسي وقال أخوه الموسيقار محمد علي سليمان أنه هو كان خاطب وكنا قرين فتحة وكان خلاص الخطوبة هتتم ولكن هو توفق قبل ما نعمل الخطوبة بس الخطوبة ما تمتش بشكل رسمي ففيه غموط كتير وأقول كتير عن وفاة الفنان عمد عبد الحليم ياريت كلنا ندعيله بالرحمة عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة جورج إبراهيم